على هذه المستديرة اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية بمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة للاتفاق على دورها الرقابي المقبل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة مؤسسات المجتمع المدني دورها مهم جدا في موضوع الرقابة على الانتخابات وهناك تعاون مستمر بيننا وبينهم وهناك الآن باب التسجيل إلكترونيا مفتوح من أجل انضمام لكل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للتقدم بطلبات لجنة الانتخابات من أجل المراقبة على كافة مراحل عملية انتخابية أعتقد أن هذا دور مهم لمؤسسة المجتمع المدني فبين توعية المواطن والرقابة على الانتخابات يكمن دور منظمات المجتمع المدنية في المرحلات المقبلة قطار الانتخابات بدأ ونأمل أن يسير باتجاه المحطات الرئيسية انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية ومجلس وطني دورنا في توعية المواطن وأيضا الرقابة على الانتخابات والضغط باتجاه تحصين هذه الانتخابات مجتمعيا وقانونيا وقضائيا وسياسيا هو أمر بالغ الأهمية وهذا ينطلق من دور منظمات المجتمع المدني الجواري أدوار عدة في الانتخابات المرتقبة تنتظر مؤسسات المجتمع المدنية والتي سيكون لها أهمية كبرى لسير العملية الانتخابية ونزاهتها كما يأمل الشارع الفلسطيني الانتخابات الفلسطينية المرتقبة تحتاج لجهود مكثفة لضمان إتمامها ولعل الدور الملقى على عاتق منظمات المجتمع المدني تجعلها أكثر شفافية ونزاهة محمد بن مساء الغد غزة فلسطين